اهلا بكم ستة ابتدائي ومعانا النهاردة تالت درسة عندنا في الوحدة التالتة بعنوان الانجازات العلمية والفنية في عصر الدولة الاسلامية الانجازات العلمية ليه هي الدولة الاسلامية كانت بتهتم اصلا بالعلم والعلماء علشان يبقى عندهم انجازات علمية اقولك ايوة طبعا طب ايه دليلك عالكلام ده اقولك فاكر اول حرب للمسلمين واللي انتصروا فيها على قريش اللي هي غزوة بدر ايوة غزوة بدر دي اخدناها في الترمي الاول دي كانت اول غزوة للرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمين انتصروا فيها بيقولك بقى في غزوة بدر فيه شوية من قريش المسلمين قبضوا عليهم وحبسوهم واللي بينقبض عليه وينحبس في الحرب بينقول عليهم الاسرع المهم الرسول صلى الله عليه وسلم قال للأسرة دول اللي هم المحبوسين لو عايزين نسيبكم يعني نخلص بلكم ومحدش يقتلكم لازم كل واحد فيكم يعني كل أسير يعلم عشرة من المسلمين القراءة والكتابة القراءة والكتابة أيوة الرسول كان أهم حاجة عنده إن المسلمين يتعلموا القراءة والكتابة وده بيدل على اهتمام سيدنا محمد والدولة الإسلامية بالتعليم يبقى لما حد يجي يقول لي اثبت لي يعني دلل على اهتمام العرب المسلمون منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم بالتعليم حيث أمر الرسول صلى الله عليه وسلم عقب غزوة بدر يعني الرسول أمر بعد غزوة بدر أمر بأن كل أسير يعني كل واحد محبوس من قريش يعلم عشرة من المسلمين القراءة والكتابة حتى يخلى سبيله ده معناه إن الرسول صلى الله عليه وسلم والدولة الإسلامية بتهتم بالتعليم من بدايتها طب السؤال ده مهم أقول لك أيوة وين السؤال ده ورايا دلل اهتمام العرب المسلمون منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم بالتعليم أقول له حيث أمر الرسول صلى الله عليه وسلم عقب غزوة بدر يعني بعد غزوة بدر بأن كل أسير يعلم عشرة من المسلمين القراءة والكتابة حتى يخلى سبيله أي أسير هيعلم عشرة قراءة وكتابة من المسلمين هنسيبه يمشي طيب كده احنا عرفنا إن الدولة الإسلامية بتهتم بالتعليم منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم عايز أعرف بقى المؤسسات التعليمية في الدولة الإسلامية يعني إيه المؤسسات التعليمية؟ الأماكن اللي المسلمين كانوا بيتعلموا فيها دي اسمها المؤسسات التعليمية في الدولة الإسلامية طب انت كان عندك كم حاجة اقول لك اربعة اول حاجة الكتاتيب الكتاتيب دي اقولك دي جمع كلمة كتاب الكتاب ايام زمان الطفل بيروح فيه علشان يتعلم القراءة والكتابة والقرآن المهم كان فيه حاجة اسمها الكتاتيب ودي اول حاجة في المؤسسات التعليمية يعني الاماكن اللي المسلمين كانوا بيتعلموا فيها طب تاني حاجة قالك حلقات العلم في المساجد يعني ايه حلقات العلم في المساجد تلاقي الشيخ او العالم قاعد في المسجد وحواليه الطلبة بتوعه بيسمعوا ويتعلموا منه طيب حلقات العلم دي كانت فين اقولك في المساجد طب ما تقول لي كده مساجد كان فيها حلقات علم اقولك المسجد النبوي بتاع سيدنا محمد في المدينة المنورة وعندنا في مصر الجامع الازهر يبقى تاني حاجة من المؤسسات التعليمية يعني الاماكن اللي كان المسلمين بيتعلموا فيها اقول له حلقات العلم في المساجد طب قول لي امثلة للمساجد اللي كان فيها حلقات علم اقولك المسجد النبوي في المدينة المنورة والجامع الازهر في مصر طيب بعد كده بقى فيه مدارس بعد كده بقى عندي مكتبات مكتبات اوه طب ما تقول لي اشهر مكتبة كانت موجود اقولك فيه مكتبة اسمها بيت الحكمة بيت الحكمة؟ مين اللي عملها؟ مين اللي انشأها يعني؟ اقولك هارون الرشيد هارون الرشيد اللي كان موجود في الدولة العباسية طب هارون الرشيد والدولة العباسية يعني بيحكم من بغداد يبقى بيت الحكمة فين؟ اقول له في بغداد يبقى من اشهر المكتبات في الدولة الاسلامية مكتبة بيت الحكمة اللي انشأها هارون الرشيد في بغداد يبقى لما حد يقولك اقول لي المؤسسات التعليمية في الدولة الاسلامية كلمة المؤسسات التعليمية يعني الاماكن اللي كان المسلمين بيتعلموا فيها اقول له اربع اماكن الكتتيب وحلقات العلم في المساجد والمدارس والمكتبات طيب حلقات العلم في المساجد عندك مسجدين مشهورين جدا ان كان فيهم حلقات علم المسجد النبوي في المدينة المنورة والجامع الازهر موجود عندنا في مصر طب قول لي اشهر المكتبات اقول لك مكتبة بيت الحكمة الا انشأها هارون الرشيد في بغداد طب السؤال هنا بقى لما المسلمين بقى عندهم كل المؤسسات يعني كل الاماكن التعليمية دي ده ادى الى ايه اقول له بقى المسلمين شطرين جدا يعني نبوغ المسلمين في كثير من المجالات العلمية بقوا شطرين جدا 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 في كل العلوم فلما يجي لك سؤال ويقول لك ما النتائج المترطبة على الاهتمام بالمؤسسات التعليمية في عصر الدولة الاسلامية معنى السؤال ايه اللي حصل لما المسلمين اهتموا بالمؤسسات التعليمية اقول له بقوا المسلمين شطرين جدا يعني الدائلة نبوغ المسلمين في كثير من المجالات العلمية يعني ايه نبوغ المسلمين في كثير من المجالات العلمية يعني المسلمين بقوا شاطرين جدا في كل العلوم طب انا عايز اقولها ادى الى نبوغ المسلمين في كثير من العلوم صحة كده احنا عرفنا حكتين عرفنا ان الدولة الاسلامية منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم اهتمت بالتعليم ايه دليلك عالكلام ده اقول له حيث امر الرسول صلى الله عليه وسلم عقب غزوة بدر اللي انتصرنا فيها بان كل اسير يعلم عشرة من المسلمين القراءة والكتابة حتى يخلى سبيله يعني علشان يسبوه طب ايه المؤسسات التعليمية قلنا اربعة الكتتيب وحلقات العلم في المساجد والمدارس والمكتبات وقلت لك خلي بالك من المكتبات عندي مكتبة مشهورة اسمها بيت الحكمة ده اللي عملها مين هارون الرشيد طب انت بتقول لي الاهتمام بالمؤسسات التعليمية ده ادى الى نبوغ المسلمين في كثير من المجالات العلمية اقول لك ايوة طب ما تقول لي بقى العلوم التي برعى فيها المسلمون مش انت بتقول لي المؤسسات التعليمية ده خلت المسلمين شطرين في علوم كتير اه طب ما تقول لي العلوم دي زي ايه اقول لك هنتكلم عن 8 علوم 8 ايوة هنتكلم عن الطب الكيمياء الرياضيات الفلك الفيزياء التاريخ الجغرافيا حتى علوم الدين واللغة كل دي علوم المسلمين كانوا شطرين فيها اه يبقى احنا لما نيجي نتكلم عن العلوم التي برعى فيها المسلمون اقول له عند الطب والكيميا والرياضة والفلك والفيزياء والتاريخ والجغرافيا والدين واللغة طب مطلوب مني بقى في كل علم اعرف ايه اقول لك مطلوب تعرف الحاجات اللي المسلمين عملوها في العلم ده يعني اعمالهم ومن اشهر علماء المسلمين في كل علم طيب نبدأ الاول بالطب قال لك في الطب المسلمين نجحوا في الجراحة كانوا شطرين جدا في الجراحة اجراء العمليات الجراحية وتشخيص الامراض الاطباء المسلمين كانوا شطرين جدا في انه يعرف انت عندك ايه بالزبط وبالتالي هيقدر يحدد لك العلاج المناسب وكمان تركيب الادوية كانوا بيقدروا يصنعوا ادوية كويسة جدا يعالجوا بيها الامراض وكمان اكتشفوا الدورة الدموية في جسم الانسان حاجة اسمها الدورة الدموية مين بقى اللي اكتشفها؟ العلماء المسلمين يبقى في الطب ايه اهم الاعمال والانجازات اللي عملها المسلمين اقول له نجحوا في الجراحة وتشخيص الامراض وتركيب الادوية وكمان اكتشفوا الدورة الدموية السؤال هنا ممكن يجيلك يقولك من نتائج المترطبة على براعة علماء المسلمين في الطب او دلل المهم لو جالب اي صيغة وسأن في الطب اقول له نجحوا في الجراحة وتشخيص الامراض وتركيب الادوية واكتشفوا الدورة الدموية طيب دي اول حاجة نعرفها في الطب الاعمال اللي عملوها طيب انت بتقول لي لازم تعرف اشهر العلماء في كل علم اه طيب من هم اشهر العلماء المسلمين في مجال الطب اقولك واحد اسمه ابن سينة اسمه ايه ابن سينة اه يبقى من اشهر علماء المسلمين في الطب ايه ابن سينة طيب كده احنا اتكلمنا عن اول علم كان المسلمين شطرين فيه طيب تاني حاجة قالك الكيمياء بيقولك في الكيميا عايزك بس تعرف لي مين هم أشهر العلماء المسلمين بس وخلاص الأعمال ملكش دعوا بيها طيب أحسن برضو مين هو أشهر علماء المسلمين أقولك واحد اسمه جابر ابن حيان اسمه إيه؟ جابر ابن حيان يبقى في الكيميا هعرف بس أشهر علماء المسلمين كان اسمه جابر ابن حيان أما في الطب عرفت أربع معلومات إنهم نجحوا في الجراحة وتشخيص الأمراض وتركيب الأدوية واكتشفوا الدورة الدموية وأشهر علمائهم في الطب كان اسمه ابن سينة كده احنا اتكلمنا عن كام علم اتنين الطب والكيميا طب نتكلم بقى عن رقم ثلاثة الرياضيات الرياضيات ايوة قالك المسلمين كانوا شطرين جدا جدا في الرياضيات ليه قالك اضافوا حاجتين اضافوا الارقام العربية اللي هي دي فاكر انت لما دخلت ربعة اتدائي وجابوا لك الارقام دي وقالك دي الارقام العربية والارقام اللي كنا بناخدها في الاول كانت الارقام الهندية مين اللي حط الارقام دي المسلمين يبقى مين اللي اضاف الارقام العربية اللي قدامنا دي اللي احنا بناخدها الوقت في الرياضيات اقول له المسلمين وكمان القصور العشرية عارف نظام القصور واحد على الاثنين ثلاثة على الاربعة المسلمين هم اللي ضفوها في الرياضيات يبقى المسلمين ضفوا حاجتين الارقام العربية والقصور العشرية بس قالك لا واستخدموا الصفر الصفر يعني لا شيء استخدام الصفر ده كان حاجة مهمة جدا في الوقت ده المهم في الرياضيات يبقى المسلمين اضفوا كم حاجة حاجتين الارقام العربية والقصور العشرية واستخدموا الصفر طب قول لي بقى من اشهر العلماء المسلمين عندك في الرياضيات اقول لك الخوارزمي اسمه ايه الخوارزمي اه ركز معايا عشان الاسماء كتير وهتطلق بط في الطب فاكر كان مين ابن سينة في الكيميا فاكر مين جابر ابن حيانة طب في الرياضيات فاكر مين الخوارزمي طيب لو جالي سؤال في الرياضيات وقال لدلل على برعة المسلمون في علم الرياضيات اقول له اضفوا الارقام العربية والقصور العشرية واستخدموا الصفر طيب كده احنا اتكلمنا عن ثلاث علوم المسلمين كرشاطرين فيهم جدا يلا بقى نتكلم عن رابع حاجة عندي وهي الفلك الفلك استنى هنا ايه اللي يخلي المسلمين يهتموا بعلم الفلك اصلا قالك لان المسلمين محتاجين يحددوا وقت الصلاة ووقت الصيام ووقت الاعيات يبقى بما تفسر اهتم العلماء المسلمين بعلم الفلك ليه العلماء المسلمين يهتموا بعلم الفلك اصلا اقول له لتحديد اوقات الصلاة والصيام والاعيات فانشأوا المراصد الفلكية يبقى تاني كده ليه المسلمين يهتموا بعلم الفلك اصلا اقول له لتحديد اوقات الصلاة والصيام والاعيات احنا محتاجين نحدد الوقت المزبوط اللي هنصلي فيه الخمس فروض محتاجين نحدد امتى هنصوم محتاجين نحدد امتى العيد كل ده خاص بعلم ايه؟ خاص بعلم الفلك فأنشأوا المراصد الفلكية طب من أشهر علماء المسلمين في الفلك قال لك ملكش دعوة ماليش دعوة؟ آه ماشي يبقى أنا ما عنديش أشهر علماء المسلمين في الفلك آه ما نعرفش أسماء يبقى في الفلك أقول له اهتم العلماء المسلمين بعلم الفلك ليه؟ أقول له لتحديد أوقات الصلاة والصيام والأعياد فأنشأوا المراصد الفلكية عملوا مراصد فلكية علشان يحددوا كل الحاجات دي طيب بعد كده هنتكلم عن الفيزياء الفيزياء يعني ايه؟ يعني تبقى عارف كل حاجة حواليك ممكن تشوفها غريبة قالك المسلمين عارفوا في الفيزياء ان عكاس الضوء ان الضوء بينعكس وقص قزح اللي انت بتشوفه في السماء بعد ما الدنيا بتمطر والجاذبية الأرضية كل الحاجات دي اه وكمان نجحوا في تفسير الظواهر الطبعية عارف الزلازل والبراقين وتكون الجبال ونشقة الأنهار الحاجات اللي بتحصل وملهج تفسير دي دي كلها ممكن تعرفها عن طريق الفيزياء يبقى في الفيزياء عارفوا انعكاس الضوء وقص قزح والجاذبية الأرضية وكمان نجحوا في تفسير الظواهر الطبعية زي الزلازل والبراقين وتكون الجبال ونشقة الأنهار كل الحاجات دي المسلمين كانوا عارفوها وشطرين فيها جدا جدا طب تعرف تقول لي من هم اشهر العلماء المسلمين في علم الفيزياء اقولك ايوة الحسن ابن الهيسم مين الحسن ابن الهيسم هو اشهر علماء المسلمين في الفيزياء في الفيزياء المسلمين عارفوا ايه عارفوا انعكاس الضوء قص قزح الجاذبية الأرضية انعكاس الضوء يعني الضوء بينعاكس قص قزح اللي احنا عارفينه الجاذبية الأرضية ان كل حاجة لازم تسقط على الأرض طب من هم اشهر العلماء المسلمين اقول له الحسن ابن الهيسم قالك بقى عندنا عالم من علماء المسلمين كان عايش في الاندلس اسمه عباس ابن فرناس اللي اخدناه قبل كده اللي هو اول من حاول الطيران ده كان عايز يعمل زي الطيور بيبص على الطيور فنفسه يطير زيهم فجاب ريش وحاول الطيران ولو عايز تشوف تمثال لعباس ابن فرناس اللي هو عالم مسلم كان عايش في الاندلس يعني كان عايش في اسبانيا تروح الوقت في العراق تحديدا في بغداد هتلاقي هناك تمثال في الشارع بتاع مطار بغداد الدولي هتلاقي هناك تمثال لعباس ابن فرناس يبقى عندنا اشهر العلماء المسلمين الحسن ابن الهيسن طب مين العالم المسلم اللي كان عايش في الاندلس وحاول الطيران اقول له عباس ابن فرناس ولو عايز اشوف تمثال لعباس ابن فرناس اروح العراق تحديدا في بغداد تحديدا في الشارع مطار بغداد الدولي هتلاقي هناك تمثال معمول لعباس ابن فرناس كل الحاجات دي المسلمون عملوها في الفيزياء طيب بالنسبة للتاريخ المسلمين اهتموا بعلم التاريخ ليه التاريخ يعني ايه يعني بتدرس كل حاجة حصلت ايام زمان يبقى التاريخ لتسجيل وتحليل احداث الماضي انت بتدرس الحاجات والاحداث اللي حصلت ايام زمان السؤال هنا هو انا هعمل ايه بالحاجات دي اقول لك للاستفادة منها في الحاضر لما تعرف ايه اللي حصل ايام زمان هتعرف ازاي الوقت تتعامل مع المشاكل لان الحكايات والقصص اللي حصلت ايام زمان هتعرفك ايه اللي ممكن تعملوا الوقتي وايه اللي ممكن تعملوا في المستقبل يبقى اهتم المسلمون بعلم التاريخ ليه اقول له لتسجيل وتحليل احداث الماضي للاستفادة منها في الحاضر طب تعرف تقول لي من هم اشهر العلماء المسلمين في التاريخ اللي بنقول عليهم مؤرخين اقول لك ايوة واحد اسمه ابن الاسير اسمه ايه ابن الاسير يبقى التاريخ واحد بيدرس كل الحكايات اللي حصلت ايام زمان ليه علشان يستفيد منها في الحاضر يبقى بما تفسر اهتم المسلمون بعلم التاريخ اقول له لتسجيل وتحليل احداث الماضي انت بتسجل كل حاجة حصلت وكمان تحللها للاستفادة منها في الحاضر طب من هم اشهر علماء المسلمين في التاريخ اقول له ابن الاسير طيب بما انك اتكلمت عن التاريخ يلا نتكلم عن الجغرافيا وخلي بالك التاريخ والجغرافيا دي انا وانت بندرسهم في الدراسات الاجتماعية مش انا ساعات بكلمك عن الحاجات اللي حصلت ايام زمان اه ده التاريخ وساعات بكلمك بقى عن الطبيعة اللي في البلد عن الجبال عن الانهار ايوة دي اسمها الجغرافيا وهنا سؤال بما تفسر اهتم المسلمون بعلم الجغرافيا ليه المسلمين اهتموا بالجغرافيا زي ما انت سألتني وقلتلي ليه المسلمون اهتموا بالتاريخ لازم تسألني نفس السؤال في الجغرافيا طيب قالك لمعرفة طبيعة البلاد التي فتحوها لما الجيوش الاسلامية فتحت بلاد زي مصر والشام والعراق كانوا عايزين بقى المسلمين يعرفوا طبيعة البلد دي فيها انهار ايه واجبال ايه ايه الحاجات اللي فيها وكمان الطرق التجارية التي تربط بينهما الطرق التجارية اللي هيمشوا فيها يبقى بما تفسر اهتم المسلمون بعلم الجغرافيا ليه اهتموا بعلم الجغرافيا اقول له لمعرفة طبيعة البلاد التي فتحوها وكمان يعرفوا الطرق التجارية التي تربط بينهما السؤال ده صعب وعايزك تحفظه تاني لمعرفة طبيعة البلاد التي فتحوها والطرق التجارية التي تربط بينها طيب قالك بقى المسلمين استخدموا في الجغرافيا البصلة في رحلاتهم البحرية البحر كان معهم بصلة علشان يعرفوا الاتجاهات شمال وجنوب وشرق وغرب وكمان توصلوا ان الارض قروية الشكل نعم المسلمين ايام زمان توصلوا ان احنا عايشين على قرى ارضية ايوة وكمان رسموا خارطة للقرى الارضية لدرجة ان الخليفة العباسي المأمون اول واحد يحاول يقيس ابعاد القرى الارضية لما المسلمين توصلوا ان احنا عايشين على حاجة زي القرى الارضية قال لهم انا عايزكوا تقيس له ابعاد القرى دي عايزكوا تعرفوا لي هي قد ايه بالزبط وجاب فريقين فريق من علماء الجغرافيا وفريق من علماء الفلك يعودوا مع بعض علشان يحسبوا لي ايه قياس ابعاد القرى الارضية يبقى اول من حاول قياس ابعاد القرى الارضية مين الخليفة العباسي المأمون ابن هارون الرشيد طب تعرف تقول لي من هم اشهر العلماء المسلمين في الجغرافيا اقولك واحد اسمه الادريسي الادريسي اوه تاني كده الجغرافيا المسلمين اهتموا بها ليه لمعرفة طبيعة البلاد اللي فتحوها والطرق التجارية اللي بتربط بينها استخدموا البصلة توصلوا ان الارض قروية الشكل وكمان رسموا لي خريطة للقرى الارضية عندك الخليفة العباسي لما عرف ان احنا عايشين على قرى ارضية ام جايب فريقين من علماء الفلك والجغرافيا وقال لهم انا عايز كنتو اللي اتنين كده تقسو لي ابعادوا القرى الارضية اللي احنا عايشين عليها طيب من هم اشهر العلماء المسلمين في الجغرافيا اقول له الادريسي طيب كده احنا اتكلمنا عن سابع علم عندنا من العلوم اللي بارع فيها المسلمون طب اخر حاجة هنتكلم عنها الدين واللغة الدين يعني الدين الاسلامي واللغة يعني اللغة العربية ايوة خاصة الناحو المسلمين كانوا بيهتموا جدا باللغة العربية خاصة علم الناحو طب بالنسبة للدين اهتموا بايه قالك الدين الاسلامي ده مش حاجة واحدة ده انت عندك علم اسمه علم الحديث عندك علم اسمه التفسير عندك الفقه المسلمون اهتموا بالتلات حاجات دول يبقى في الدين المسلمين اهتموا بكم علم تلاتة بعلم الحديث بالتفسير بالفقه طب يعني ايه تلاتة دول اقول لك علم الحديث ده كان ناس متخصصين بيكتبوا كل حاجة سيدنا محمد قالها او عملها يعني لتدوين كل ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم من قول او عمل ده اسمه علم الحديث تلاقي واحد من العلماء متخصص في الحديث اه الحديث ده صح الرسول قال الكلام ده تقول له حديث تاني ولك لا الحديث ده غلط الحديث ده ضعيف الرسول ما قالش الكلام ده يبقى فيه علم اسمه علم الحديث المسلمين اهتموا به لتدوين كل ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم من قولة او عمل اي حاجة الرسول قالها او عملها العلم ده كان بيسجلها طيب عندك اهتموا بالتفسير علشان يوضحوا معاني القرآن الكريم احنا عندنا كلمات في القرآن الكريم محتاجين نعرف معناها بنروع على طول نبص في التفسير علشان نعرف الكلمة دي معناها ايه كمان اهتموا بعلم الفقه الفقه اه يعني الحلال والحرام ايه الحاجات اللي تتعمل ايه الحاجات اللي ما تتعملش يعني لتوضيح الاحكام الشرعية تاني اخر علم هنتكلم عنه الدين واللغة يعني هنتكلم عن الدين الاسلامي واللغة العربية عرفنا انهم اهتموا في اللغة العربية جدا بالنحو اما في الدين انت عندك اهتموا ب3 حاجات اهتموا بعلم الحديث علشان يكتبوا ويدونوا كل حاجة الرسول قالها او عملها كمان اهتموا بالتفسير علشان يوضحوا لك معاني القرآن كمان اهتموا بعلم الفقه علشان يوضحوا لك الاحكام الشرعية طيب كده احنا اتكلمنا عن العلوم التي برع فيها المسلمون عرفنا ان احنا هنتكلم عن 8 علوم اول حاجة اتكلمنا عن الطب وعرفنا انهم نجحوا في الجراحة وتشخيص الامراض وتركيب الادوية واكتشفوا الدورة الدموية واشهر العلماء في الطب ابن سينة في الكيميا قلتلك بس اعرف لاشهر العلماء جبر ابن حيان في الرياضيات اضافوا حكتين واستخداموا الصفر اضافوا الارقام العربية والقصور العشرية واشهر العلماء المسلمين في الرياضيات الخوارزمي بالنسبة للفلك ان اهتموا بالفلك علشان يقدروا يحددوا اوقات الصالة والصيام والاعياد وعلشان كده انشاؤوا المرصد الفلكية وما قلتلكش منهم اشهر علماء المسلمين في الفلك في الفيزياء عرفوا انعكاس الضوء وقوس قزح والجاذبية الارضية واشهر علماء المسلمين في الفيزياء الحسن ابن الهيسة وعندنا مثال لعالم مسلم عاش في الاندلس اسمه عباس بن فرناس اللي هو حاول الطيران طيب في التاريخ والجغرافيا يعني في الدراسات الاجتماعية في التاريخ اهتموا بعلم التاريخ ليه؟ علشان يسجلوا ويحللوا احداث الماضي للاستفادة منها في الحاضر واشهر علماء المسلمين في التاريخ ابن الاسير اما في الجغرافيا اهتموا بيها علشان يعرفوا طبيعة البلاد اللي فتحوها والطرق التجارية اللي بتربط بينها طب استخداموا البصلة وتوصلوا ان الارض قروية وكمان رسموا لي خريطة للقرى الارضية لدرجة ان الخليفة العباس المأمون قال لهم انا عايزكم تقسولي ابعاد القرى الارضية طب منهم اشهر علماء المسلمين في الجغرافيا اقول له الادريسي طب في الدين واللغة اتفقنا اللغة اللي هي اللغة العربية اهتموا جدا بالنحو في الدين اهتموا بتلات علوم اهتموا بعلم الحديث علشان يكتبه ويدونه كل حاجة الرسول قالها او عملها اهتموا بالتفسير علشان يوضحه معاني القرآن الكريم اهتموا بعلم الفقه علشان يوضحه الاحكام الشرعية ايه الصح وايه الغلط ايه الحلال وايه الحرام طيب بعد ما اتكلمنا عن العلوم وعرفنا المسلمين عملوا ايه في كل علم ومنهم اشهر علماء المسلمين في كل علم هنتكلم عن ايه قال اتكلمني عن العمارة في الحضارة الاسلامية العمارة اه يعني المنشآت والمباني كان عندك مباني ايه اولو كان عندي منشآت دينية زي المساجد عندي منشآت عسكرية زي الحصن والقلاعة عندي منشآت اجتماعية مدارس ومستشفيات يعني وعندي منشآت سكنية اماكن الناس بتسكن فيها اللي هي القصور والبيوت تاني لما نجي نتكلم عن العمارة يعني المباني والمنشآت اللي كانت موجودة في الحضارة الاسلامية بنقسمهم لاربع حاجات منشآت دينية حاجات دينية زي المساجد دي مباني دينية منشآت عسكرية مباني عسكرية زي الحصن والقلاعة مباني يعني منشآت اجتماعية عندي المدارس والمستشفيات دي خاصة بالمجتمع كله اي حد بيخش المدرسة واي حد بيخش المستشفى عندي منشآت سكنية زي القصور والبيوت دي الأماكن اللي الناس بتسكن فيها طيب قالك بقى كان فيه أشكال مميزة للمباني دي يعني أشكال مميزة للعمارة الإسلامية أول حاجة فيه حاجة اسمها قباب المساجد المسجد له قبة زي مثلا عندنا مسجد كبة الصخرة والحد النهاردة أي مسجد له قبة يبقى أول حاجة بتميز العمارة يعني المباني الإسلامية قباب المساجد زي مسجد كبة الصخرة طب عندنا إيه تاني قالك الأعمدة زات التجان عمود ليهتاج من فوق كده زي اللي بيبقى في القصور والمساجد كمان عندك المشربيات المشربيات دي بتبقى موجودة على الشباك كده في المنازل بيتحط فيها الفخار اللي فيها الميا علشان الميا تسقع فعلشان كده سموها المشربيات يبقى تاني ايه الاشكال المميزة للعمارة الاسلامية اقول له تلات حاجات قباب المساجد زي مسجد كوبة الصخرة الاعمدة زات التيجان اللي موجودة في القصور والمساجد المشربيات اللي موجودة في المنازل يبقى لما نيجي نتكلم عن العمارة في الحضارة الاسلامية العمارة يعني المباني والمنشآت بقسمهم لاربع حاجات منشآت دينية زي المساجد منشآت عسكرية زي الحصون والقلاعة منشآت اجتماعية اللي هي المدارس والمستشفيات وعند منشآت سكنية القصور والبيوت طيب ايه الاشكال المميزة في العمارة والمباني دي اقول له قباب المساجد عندك مسجد كوبة الصخرة وكمان الاعمدة ذات التجان العمود اللي لهتاج اللي في القصور والمساجد كمان المشربيات اللي موجودة في المنازل طيب بعد ما اتكلمنا عن العمارة في الحضارة الاسلامية يعني المباني والمنشآت هنتكلم عن ايه اقول لك هنتكلم عن الفنون اللي في الحضارة الاسلامية الفنون اه زي مثلا فن الزخرفة الزخرفة ايوة اللي كانت بتبقى على الرخام والخشب والمعادن والخزف في شوية رسومات وزخرفة كده اسلامية شكلها جميل جدا ده كانت موجودة في الحضارة الاسلامية وكمان عندنا فن بقى لنا الوحيدنا بس اسمه فن الخط العربي الخط بتاعنا بيكتب بنوعين خط النسخ وخط الرقعة وده بيتعامل بشكل معين وده بشكل معين ففن الخط العربي ده فنا اسلاميا خالصا مش موجود في اي حتة في الدنيا لان ده الخط العربي بتاعنا بنكتبه بشكلين ساعات بنكتبه بالنسخ وساعات بنكتبه بالرقعة يبقى ايه الفن الاسلامي الخالص اقول له فن الخط العربي يبقى لما نتكلم عن الفنون اللي في الحضارة الاسلامية عندنا نوعين من الفن فن الزخرفة اللي عن الرخام والخشب والمعادن والخزف وفن الخط العربي فكان عندنا خط النسخ وخط الرقعة وده فن اسلامي خالص طيب انت كده كلمتني عن العلوم والعمارة والفنون كل دي حاجات عظيمة جدا ايه اللي حصل قالك بقى كل الحاجات دي انتقلت الى اوروبا اوروبا خادت كل الحاجات دي اه ازاي قالك اوروبا ترجمت كل كتب العلماء المسلمين في جميع المجالات وبعد ما ترجمتها درستها في الجامعات الاوروبية اللي عملته اوروبا ده بقى ايه قالك ساعدة على نهضة اوروبا وتقدمها تاني كده الحضارة بتاعتنا وكل الحاجات دي اوروبا خادتها ايوة يبقى لما حد يقولك كيف انتقلت الحضارة الاسلامية من علوم وثقافة الى اوروبا اللي على فكرة اوروبا في الوقت ده كانت بتعيش في جهل وتخلف في الوقت اللي انتهت تكلمني فيه عن العلوم والعمارة والفنون وان المسلمين متقدمين اوروبا كانت متخلفة مش عارفة اي حاجة فعلشان كده امواغدين الكتب بتاعت المسلمين ترجموها ويدرسوها في الجامعات بتاعتهم ده ساعدة على نهضة اوروبا وتقدمها علشان لما يجي يسألك ويقولك ما النتائج المترطبة على ترجمة اوروبا قتب المسلمين وتدريسوها في الجامعات الاوروبية ايه اللي حصل اقول له ده ساعدة على نهضة اوروبا وتقدمها اوروبا الوقت متقدمة لانها خادت كل العلوم اللي احنا اتكلمنا عنها دي وترجمتها ودرستها وبدأت تضيف عليها يبقى كده كانت الحضارة الاسلامية سببا في تقدم اوروبا اقول له طبعا صحة لان الحضارة الاوروبية الوقتي المتقدمة دي قامت على الكتب بتاعت المسلمين لما ترجموها ويدرسوها في الجامعات بتاعتهم طب السؤال هنا الحضارة بتاعتنا العلوم والحاجات دي رحت اوروبا ازاي قالك عن طريق حاجتين الاندلس اللي هي اسبانيا الوقتي مش احنا كنا بنحكم الاندلس ايوه فالعلماء المسلمين كانوا هناك وهناك كتب كتير هما بقى اخدوا الكتب من الاندلس وكمان من جزيرة اسمها جزيرة سقلية دي موجودة في البحر المتوسط جنوب ايطاليا يبقى كيف انتقلت الحضارة الاسلامية الى اوروبا اللي كانت في الوقت دا بتعيش في جهل وتخلف اقول له عن طريق حاجتين الاندلس وجزيرة سقلية وجزيرة سقلية دي موجودة في جنوب ايطاليا طيب هل كانت الحضارة الاسلامية سببا في تقدم اوروبا اقول له طبعا صحة لان اوروبا ترجمت كل كتب علماء المسلمين في كل حاجة ودرستها في الجامعات الاوروبية عندهم علشان كده اوروبا بقت متقدمة يبقى لما يجي يقول لي ما النتائج المترطبة على ترجمت اوروبا كتب المسلمين وتدريسها في الجامعات الاوروبية اقول له ساعدة على نهضة اوروبا وتقدمها السبب اللي بخلي اوروبا الوقت متقدمة وهي رقم واحد انها ترجمت الكتب بتاعت المسلمين ودرستها في الجامعات الاوروبية وبدأت بقى اتطور من العلوم دي يبقى ساعدة على نهضة اوروبا وتقدمها طبعا المفروض اوروبا لحد النهاردة لازم تعترف بفضل علماء المسلمين عليها وانها هي السبب ان يحصل فيه نهضة في اوروبا وتقدمها وعلى فكرة علماء المسلمين ايام زمان كان عندهم الامانة العلمية وحقوق الملكية الفكرية ازاي؟ قالك العلماء المسلمين اللي احنا اتكلمنا عنهم في العلوم لما كانوا بياخدوا اي حاجة من اي دولة في العالم كان يقولك والله في الطب مثلا احنا خدنا من واحد اسمه ابو قراط مثلا في الرياضيات احنا والله خدنا من واحد اسمه ارشميدس وفي الفلسفة خدنا من اتنين من واحد اسمه سقراط واحد اسمه ارستو فالعلماء المسلمين لما جوم يطوروا في العلوم زكروا فضل الناس اللي كانوا عايشين قبلهم حتى في البلاد الغريبة فقالوا لك مثلا في الطب احنا خدنا كتب ابوكراط وتعلمنا منها واضفنا عليها حاجات كتير في الرياضيات خدنا كتب ارشيميتس وضفنا عليها حاجات كتير في الفلسفة خدنا كتب سكراط وارستو وضفنا عليها حاجات كتير دي اسمها الامانة العلمية وحقوق الملكية الفكرية ده كان موجود عند مين كان موجود عند العلماء المسلمين طيب المفروض برضو علماء اوروبا الوقتي يبقى عندهم امانة علمية ويقولوا احنا تعلمنا الطب من المسلمين وتعلمنا الرياضيات من المسلمين دي اسمها الامانة العلمية طيب كده احنا خلصنا الدرس بتاعنا اقولك ايوة بس اخر حاجة هنتكلم عنها المرأة والنهضة العلمية ليه هي المرأة كان لها دور في النهضة العلمية اقولك ايوة في الدولة الاسلامية كانت بتتعلم وتعلم وكمان بطرحة لطلب العلم كان بتتعلم وتعلم الناس ايوه زي مين زي ام الضرداء دي كانت عالمة وفقيها ام الضرداء ايوه ده كانت في الدولة الاسلامية وده احد النمازج للمرأة والنهضة العلمية في الدولة الاسلامية طب في العصر الحديث اولك عندنا شخصيطين عندنا لطفية النادي لطفية النادي ايوه دي اول امرأة مصرية وافريقية والتاني امرأة على مستوى العالم تقود طائرة تسوق طيارة والدرجة انها حصلت على لقب كابتن طيارة يبقى في العصر الحديث من امثلة المرأة والنهضة العلمية عندنا لطفية النادي دي امرأة مصرية وده اول مصرية وافريقية والتاني مرأة في العالم تسوق طيارة طيب عندنا واحدة اسمها ساميرا اسلام دي دكتورة سعودية مالها قالك دي مستشارة اقليمية في منظمة الصحة العالمية في برنامج الادوية ده منصب عالي جدا من اللي مسك المنصب ده اقوله ساميرا اسلام دي دكتورة سعودية ديت مستشارة اقليمية في منظمة الصحة العالمية في برنامج الادوية طب مين اول امرأة مصرية وافريقية تسوق طيارة اقوله لطفية النادي دي تاني امرأة على مستوى العالم اصلا تسوق طيارة وخدت لقب كابتن طيار في الدولة الاسلامية ايام زمان كان عندنا ام الضرداء وبكده نكون خلصنا ما تنساش تتفرج على فيديو الاسئلة على الدرس ده تحياتي ليكم مستر عطا زكي شحط شكرا